مشاهدين ولمناقشة آخر التطورات السياسية ينضم إلينا مباشرة من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي دكتور أحسان الشمري دكتور الشمري مرحبا بك نبدأ من دعوة المرجعية الدينية إلى توحيد القوى السياسية توحيد خطابها في القضايا المصيرية وتكريس الجهود والإمكانات لدحر تنظيم داعش إلى أي مدى اليوم الفرقاء السياسيون مختلفون بحيث تضطر المرجعية إلى التذكير مرارا وتكرارا بتوحيد الصف بينهم شكرا على استضافة بتصوري لا يوجد هناك موقف موحد ما بين المنظومات السياسية أو داخل هذه المنظومات في كثير من القضايا ليس فقط على مستوى الحرب على داعش بل على أغلب القرارات وحتى المواقف السياسية على مستوى العلاقة ما بين هذه المنظومات السياسية وحتى على مستوى دعم الحكومة أو دعم بعض القوانين التي تشرع ولذلك المرجعية تدرك جيدا بأن هذا التشضي وعدم وجود موقف موحد هذا سيؤدي بكل الأحوال إلى انهيار العملية السياسية أولا وبالتالي يعني خسارة المعركة ضد داعش المنظومات السياسية الآن تعيش حالة من التشضي داخل المنظومة الواحدة يسوان على مستوى البيت الشيعة البيت السني وحتى على مستوى البيت الكردي وهذا بكل الأحوال يؤثر على العراق بدرجة كبيرة جدا لهذا تدعو بهذا الاتجاه لكن لا أتوقع بأن الكتل السياسية ستمضي مع هذه الدعوة لاعتبار أن أغلب الكتل السياسية لا تزال تضع مصالحها يعني على حساب المصلحة العامة أو حتى على حساب الحرب ضد داعش إذا كنت لا تتوقع أن هذه الكتل السياسية ستستمع ربما إلى هذه الدعوات ماذا عن الشباب الذين دعوا من قبل المرجعية خصوصا خلال زيارة الأربعينية إلى توحيد الصف أيضا إلى عدم الترويج للجهات الدينية التي يتمون إليها وأيضا إلى الابتعاد عن ربما المظاهر المستحدثة في إقامة مراسم الأربعينية هذا جزء من ما تدركه المرجعية بالتحديد أن الطبقة السياسية وزعامات الأحزاب طالما تحاول استغلال مثل هكذا مناسبات من أجل الترويج والتكسب السياسي مقابل ذلك هي أيضا تدرك بأن الدولة بكافة مؤسساتها لم تعمل على النهوض بالشباب العراقي وبالتالي جعلته إلى حد كبير يبتعد عن بعض الثوابط سواء على مستوى ثوابط والمبادئ سواء على مستوى السياسة أو حتى على المستوى الفكري والثقافي ولذلك نلاحظ المرجعية تركز على موضوعة الشعائر المستحدثة بالتحديد وهذا أمر بات يسيطر على الرأي العام العراقي وأيضا يحظى بانتقاد كبير وهذا ما لم تلتفت إليه بعض الجهات وبين تم التركيز على هذا الموضوع أنا أعتقد أنه يأتي في إطار ما تمارسه بعض الجهات من تشويه يعني لأشعار الحسينية بهذا الاتجاه وبالتالي تحاول من وجهة نظري يعني وضع الشباب على الطريق الصحيح الحسين هل سيستنع الشباب للمرجعية دكتور أحسان لابد أن بكل تأكيد المرجعية تهتم كثيرا بالشباب والشباب الآن الذي يعاني من التشضي السياسي وعدم وجود قيادة موحدة على أقل تقدير يعني تقود البلد إلى بر الأمان الآن باتت تتجه طبقة الشباب تتجه أو حتى تبتعد كثيرا أستاذ حيدر عن المرجعيات السياسية ومن ثم تتجه نحو المرجعيات الدينية لأنها ترى صمام أمان ولذلك أنا أتوقع بأن الشباب سيلتزم يعني على الأعم الأغلب سيلتزم بهذا النصح سيما في ظل غياب ذلك الارتفاع أو الاهتمام برفع منسوب الوعي الثقافي أو حتى فيما يرتبط بشعار الحسينية والثقافة الحسينية وهذا بحد ذاتنا أعتقد أنه يمكن أن يخلق جيل من الشباب يندفع باتجاه المواطنة ووضع مبادئ الحسين عليه السلام باتجاه الإصلاح ومحاربة الفساد ومن ثم القضاء على كل بؤر الاحتكار السلطة التي موجودة لدى الأحزاب دكتور إحسان في ذات السياق أيضا هناك أنباء تتحدث عن ربما مجموعة من فضلاء الحوزة العلمية يقومون بمشروع مشابه لهذه الدعوة التي قامت بها المرجعية أيضا ربما يكون جيل من الشباب من طلبة الحوزة يحملون ربما هذا المشروع لتهذيب ما يسمى بتهذيب الشعائر الحسينية أيضا كيف ترى مثل هذه المبادرة أن تقوم بها الحوزة العلمية حتى دون أن تنتمي إلى جهة أو مرجعية بعينها هذا المشروع ليس بجديد أستاذ حيدر ابتدأ منذ أيام الشهيد محمد باقر الصدر وامتد إلى أغلب علماء الدين الشيعة هذه المحاولة أنا أعتقد أنها يمكن أن يكتب لها النجاح هناك نفور لدى الشعب العراقي أو حتى من البيت الشيعي بالتحديد من بعض الممارسات الخاطئة هذه الحركة قد تتوافق مع دعوة المرجعية المرجعية لم تؤشر سابقا على مستوى هذه المستحدثات يعني على ما مضى من السنوات الثلاثة الماضية كانت هناك بعض الممارسات الخاطئة التي لا تتوافق مع الشعار الحسيني وهذا ما أكدته المرجعي وأيضا لا تتوافق مع مبادئ هذه الثورة حتى مع الذوق العام ومن ثم قد يكتب النجاح لهذه الحركة سيما وأن كثير من المراجع وآيات الله على مستوى الدرجات العلمية ركزوا على موضوع التنقية الشعار الحسينية من كل داخل وبالتالي الارتقاء بها بما يتوازى مع مبادئها الإصلاحية إذن كنت معي من بغداد الدكتور أحسان الشمالي أشكرك شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر